بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلاً بكم أعزائي الطلاب والطالبات في درسنا لهذا اليوم في مادة اللياقة والثقافة الصحية للمرحلة الثانوية المسار العام سوف نتحدث في درسنا لهذا اليوم عن هرم النشاط الرياضي ومحدثكم الأستاذ عبدالله بن محمد البقمي فأهلاً وسهلاً بكم في درسنا لهذا اليوم يعمل هرم النشاط البدني كدليل إرشادي لتنظم ممارساته من حيث النوع والشدة المناسبة للفرد بما يؤدي إلى تحقيق المستوى الموصى به من قبل الجهات الصحية إذن عندما يكون لدينا هرم سواء رياضي أو غيره ولكن عندما يكون الهرم الرياضي لدينا موجود فهو دليل يرشدك إلى مستويات النشاط البدني الصحيحة وفق الدراسات الموصى بها من قبل الجهات الصحية فسوف نتحدث في درسنا لهذا اليوم عن الهرم الرياضي الذي يتكون من أربع مستويات سوف نأخذها بالتفصيل عزيزي الطالب إذن فلنبدأ وفي نهاية درسنا لهذا اليوم تستطيع عزيزي الطالب أولاً أن تتعرف على مفهوم هرم النشاط البدني ومستوياته كما ذكرنا أن الهرم النشاط البدني يكون له أربع مستويات سوف نذكرها بالتفصيل وأن تصف التوصيات الوطنية والدولية لممارسة النشاط البدني للناشئة والشباب هناك توصيات وطنية ودولية وضعت لممارسة النشاط البدني لفئة الشباب والناشئة وتحدد مقدار ممارسة النشاط البدني بطرق بسيطة عندما تقوم بعمل نشاط بدني فتلك الأهداف التي وضعت سوف تضع لك أهداف لمقدار ممارسة النشاط البدني بكل الأوقات إذن نأتي إلى مفهوم هرم النشاط البدني كما ذكرنا سابقاً أن هذا المفهوم هو دليل إرشادي لك حتى تعرف مكونات النشاط البدني الموصابها لتحقيق الفوائد الصحية وبذلك يرتب الهرم النشاط البدني في أربع مستويات متدرجة من القاعدة إلى رأس الهرم وفق النوع والشدة إذن هذا الجدول التالي يوضح لنا هذا الهرم وهو دليل إرشادي لك عزيزي الطالب حتى تعرف المستويات الأربعة إذن نأخذ قاعدة الهرم وهي المستوى الأول وهي التي تمارس بشكل يومي في حياتنا كمثال لديك المشي إلى المسجد والمشي إلى الأماكن القريبة كمثال أن تقف بسيارتك مثلاً بعيد عن السوبر ماركت أو السوق ومن ثم تقوم بالمشي لفترة بسيطة أو الذهاب إلى المسجد أيضاً صعود الدرج بدلاً من المصعد وهذا يعتبر نشاط من المستوى الأول في الهرم الرياضي أيضاً المشي حول المنزل هو نشاط بدني في المستوى الأول أيضاً إيقاف السيارة بعيداً عن الوجهة في يومنا وفي حياتنا اليومية بشكل مستمر حتى نكون نحن الآن في المستوى الأول في الهرم الرياضي وهي تعتبر القاعدة طبعاً كما ذكرنا أنها تمارس بشكل يومي في حياتنا نأتي للمستوى الثاني وهي على أقل تقدير لابد أن تمارس من ثلاث إلى خمس مرات في الأسبوع الواحد لمئة وخمسين دقيقة على الأقل ومثال ذلك التنزه وكرة القدم وكرة السلة وأيضاً كرة الطائرة من ضمن الألعاب التي تعتبر فيها ترفيه وهي من المستوى الثاني في الهرم الرياضي وهي أنشطة قلبية أيضاً الجري السباحة وركوب الدراجة كما تعلمون هنا أنشطة قلبية من ضمنها الجري السباحة وركوب الدراجة والمشي السريع والألعاب الترفيهية كما ذكرنا ممارسة كرة القدم وكرة السلة والتنزه وكرة الطائرة هذا هو المستوى الثاني من مستويات الهرم الرياضي إذن أخذنا المستوى الأول وهو القاعدة وهي التي تمارس بشكل يومي الذهاب إلى المسجد والأماكن العامة وصعود الدرج بدلاً من المصعد والمشي حول المنزل وإيقاف السيارة بعيداً إذن هذه القاعدة لا بد أن تكون بشكل يومي في حياتنا أخذنا المستوى الثاني وهو الألعاب الترفيهية والأنشطة القلبية إذن ذكرنا أنها تمارس بشكل أسبوعي من ثلاث إلى خمس مرات مئة وخمسين دقيقة على الأقل نأتي للمستوى الثالث كما تشاهدون وهو على أقل تقدير مرتان أسبوعياً تمارين المرونة تمارين تقوية العضلات إذن تمارين المرونة كما تشاهدون في هذه الصورة هي تمارين الإطالة حتى عزيزي الطالب عندما تقوم كما ذكرنا سابقاً أن تمارين الإطالة هي جداً مهمة حتى تقوم بممارسة النشاط البدني بشكل صحيح وسليم دون حدوث أيّة إصابات إذن كما ذكرنا هذا المستوى الثالث تمارين المرونة الإطالة هي جداً مهمة وتمارس مرتان في الأسبوع وتمارين تقوية العضلات هي أيضاً مهمة حتى تستطيع أن تقوم بمهامك الرياضية بالشكل الصحيح مثال رفع الأثقال وتمارين الضغط التي تعتمد على مقاومة الجسم فهذا المستوى الثالث من الهرم الرياضي لا بد أن تمارس مرتان على الأقل في الأسبوع الواحد إذن نسترجع حتى نكون في بداية هذا الهرم الرياضي القاعدة المستوى الأول المستوى الثاني تمارس على أقل تقدير من ثلاث إلى خمس مرات أسبوعياً والمستوى الثالث الذي ذكرناه يمارس مرتان في الأسبوع لا تقل عنها ونأتي لرأس الهرم وهو الجلوس والأجهزة الإلكترونية ومشاهدة التلفاز وهي التي يكون فيها راحة تامة كما ذكرنا في دروس سابقة أثناء فترة الاستيقاظ وهي تعتبر سلوك خامل سيء ولا يجب أن يكون في حياتنا اليومية ولا يجب أيضاً أن يكون سلوك في حياتنا إذن هنا يجب أن نقلل من هذا الرأس الهرم لأنه هو سبب السلوك الخامل في حياتنا اليومية إذن لدينا أربع مستويات في الهرم الرياضي كما ذكرنا هي يمكن الاسترشاد بها وهي دليل لك أنت عزيزي الطالب على ممارسة النشاط البدني المستوى الأول المستوى الثاني المستوى الثالث ورأس الهرم هو المستوى الرابع يجب أن تقلل من المستوى الرابع رأس الهرم وأن تمارس المستوى الثالث مرتان على الأقل في الأسبوع والمستوى الثاني أن تمارس على أقل تقدير ثلاث إلى خمس مرات في الأسبوع والقاعدة يجب أن تكون بشكل يومي في حياتنا اليومية تمارس إذن عزيزي الطالب ننتقل إلى مستويات هرم النشاط البدني لدينا عدة مستويات المستوى الأول وهو قاعدة الهرم كما ذكرنا سابقا في الهرم الرياضي قاعدة الهرم تتكون من نوع الأنشطة الشدة أو مستوى الصعوبة المدة الزمنية التكرار الأسبوعي إذن نوع الأنشطة هي جميع الأنشطة البدنية الحركية التي يصرف فيها طاقة أكثر من الطاقة المصروفة أثناء الراحة الشدة أو مستوى الصعوبة خفيفة ومتوسطة الشدة ولا تتطلب تحديدا معينة للشدة المدة الزمنية يمكن ممارستها طوال اليوم دون قيود وكلما كانت موزعة في أوقات مختلفة كان ذلك أفضل صحة الفرد كما ذكرنا أن المدة الزمنية هي مهمة جدا لموارسة النشاط البدني في حياتك اليومية بشكل منتظم وصحيح والتكرار الأسبوعي أيضا يفضل عملها كل يوم قدر الإمكان وكلما زادت انعكس ذلك إجابا على الصحة إذن لما نذكر المدة الزمنية والتكرار فبذلك نحن نجعل السلوك الرياضي والصحي هو عادة جميلة جدا في حياتنا اليومية ويجب أن تمارس بشكل مستمر وغير متقطع أبدا إذن عزيزي الطالب من مستويات هرم النشاط البدني أيضا المستوى الثاني الأنشطة الهوائية إذن أخذنا المستوى الأول وهو قاعدة الهرم يتكون من أربعة أشياء كما ذكرناها نوع الأنشطة، الشدة أو مستوى الصعوبة، المدة الزمنية، التكرار الأسبوعي كذلك للمستوى الثاني، الأنشطة الهوائية سيكون هناك لدينا نوع الأنشطة، الشدة أو مستوى الصعوبة، المدة الزمنية، والتكرار الأسبوعي إذن نوع الأنشطة هنا جميع الرياضات والأنشطة البدنية الهوائية الشدة أو مستوى الصعوبة متوسطة ومرتفعة الشدة كما ذكرنا أن مستوى الشدة تكون عندما تقوم بعمل نشاط بدني عالي الشدة فهنا يكون مستوى النشاط البدني مرتفع وعندما تمارس نشاط بدني منخفض فهو يصنف من الأنشطة المنخفضة المدة الزمنية ما يقارب 60 دقيقة يعني ساعة واحدة إذن بما يعادل 300 دقيقة في الأسبوع المدة الزمنية هي جدا مهمة للمستوى الثاني من الأنشطة الهوائية ويجب علينا التكرار الأسبوعي لإعطاء حياة صحية سليمة وهذه تمارس على مدة خمسة أيام في الأسبوع على الأقل إذن أخذنا من المستويات هرم النشاط البدني المستوى الأول كما ذكرنا قاعدة الهرم والمستوى الثاني الأنشطة الهوائية والمستوى الثالث أنشطة تقوية العضلات والأربطة أنشطة تقوية العضلات والأربطة عزيزي الطالب هي جدا مهمة لممارسة نشاط بدني ودائما نذكر أن الإطالة وتقوية العضلات والأربطة هي المفتاح لممارسة نشاط بدني صحي وصحيح خالي من الإصابات عندما تقوم بعمل تقوية للأربطة والأربطة أنت بذلك تكون جاهز لممارسة أي نشاط بدني نأتي للمستوى الثالث كما ذكرنا أنشطة تقوية العضلات والأربطة أولا نوع الأنشطة تشمل أنشطة تقوية وتطوير العضلات والأربطة التي تعتمد على القوة العضلية والمقاومة ضد أثقال معينة أو حتى ضد وزن الجسم وقد تكون ضد مقاومة حبال أو أشرطة مطاطية كما يشمل هذا المستوى تمرينات المرونة للمفاصل والأربطة والإطالة للعضلات وينصح بإجراها عادة بعد الإحماء قبل تدريبات القوة والمرونة إذن هذا النوع من الأنشطة يجب أن يكون بشكل مستمر ويومي حتى لا يحدث أي إصابات هناك في هذه الأنشطة إذن ثانيا نتكلم عن الشدة أو مستوى الصعوبة فهي دائما تكون متوسطة وفوق متوسطة الشدة لأنها تعتمد على مقاومة الجسم وأثقال معينة تستخدمها في النشاط البدني نأتي للتكرار والجلسات هنا نقطة مهمة دائما التكرار في النشاط البدني جدا مهم ولا يمارس طبعا تكون مرة واحدة فقط لا بد أن يكون هناك تكرار ووقت معين لذلك تعتمد تمرينات القوة على نوعها لذا فالتدريبات السويدية مثلا تكون من مجموعة من المحطات وكل محطة بها تمرين وكل تمرين يؤدى بتكرار معين في ثلاث جلسات وكل جلسة تتكون من ثمان إلى اثنى عشر تكرار للتمرين وقد تقل أو تزيد حسب لياقة الفرد كما ينصح بالتركيز على العضلات الكبيرة كالرجلين والظهر والصدر إذن التكرار والجلسات هو جزء مهم كما يحدث في التمرينات السويدية غالبا تكون هناك عدة محطات وكل محطة لها وقت معين وعدد جلسات معين وتكرار معين نأتي للتكرار الأسبوعي يفضل ممارسة هذا المستوى دائما كما ذكرنا سابقا من يومين إلى ثلاثة أيام في الأسبوع على أقل تقدير إذن هذا المستوى الثالث من أنشطة تقوية العضلات والأربطة هو مستوى جدا مهم حتى في حياتك اليومية في تقوية العضلات والأربطة دائما لتجنب حدوث أي إصابات وتمارس النشاط البدني بشكل صحيح وسليم نأتي للمستوى الرابع الخمول البدني وهو عادة عندما يكون في رأس الهرم كما ذكرنا أن مستويات الهرم الرياضي أربع مستويات القاعدة وهي المستوى الأول وهي تمارس بشكل يومي والمستوى الثاني من يومين إلى ثلاث أيام والمستوى الثالث والمستوى الرابع هو رأس الهرم وهو الخمول البدني هذا المستوى في رأس الهرم وهو بعكس من سبقه من الأنشطة البدنية والرياضية فكلما قل كلما كان ذلك أفضل نوع الأنشطة جميع وضاع الخمول البدني إذن في المستوى الرابع هو الخمول البدني هنا ذكر جميع وضاع الخمول البدني هي تمارس بشكل يومي فيجب علينا التقليل من هذا المستوى الرابع الذي هو يعتبر سلوك غير جيد في حياتنا وتأتي المدة الزمنية لا تتجاوز مدة الجلوس الواحد لأكثر من ساعة 60 دقيقة متواصلة لعدة مرات في اليوم بحيث يحافظ الفرد على ما معدله أربع ساعات أو أقل من الخمول البدني إذن لا تتجاوز مدة الجلوس أكثر من ساعة واحدة ويجب الفصل بينها بالقيام بأعمال منزلية أثناء مدة الجلوس التكرار الأسبوعي وكما ذكرنا يعتبر التكرار هو من الأشياء المهمة ينصح بقطع فترة الخمول كل 30 دقيقة بحركة كما ذكرت سابقاً ونشاط لعدة دقائق القيام بأعمال منزلية القيام بتنظيف المكان حتى يكون هناك نشاط حركي ولو كان بسيط هذا الجدول ذكرنا سابقاً وهو طريقك إلى النشاط البدني كما ذكرنا هو دليل إرشادي لك أنت عزيز الطالب وأي إنسان في هذه الحياة لا بد أن يكون لديه دليل إرشادي في حياته وفي النشاط البدني كما ذكرنا المستوى الأول والمستوى الثاني من ثلاث إلى خمس مرات والمستوى الثالث مرتان أسبوعياً ورأس الهرم يجب أن نقلل منه بقدر الإمكان حتى وإن كانت هناك فترة جلوس ساعة أو ساعتين لا بد أن يكون الفصل بينهما نأتي لتوصيات النشاط البدني توصي هيئة الصحة العامة السعودية وقاية الأطفال والمراهقين من عمر ستة إلى سبعة عشر عاماً بممارسة النشاط البدني المنتظم على النحو التالي كما ذكرنا توصيات النشاط البدني ممارسة النشاط البدني معتدل ومرتفع الشدة لمدة ستين دقيقة وبشكل يومي يجب أن تمارس كما تشاهدون ممارسة النشاط البدني معتدل ومرتفع الشدة لمدة ستين دقيقة وهنا يكون التكرار كما ذكرنا بشكل يومي هذا هو التكرار المهم ثانياً ممارسة أنشطة بدنية مرتفعة الشدة وكذلك أنشطة بدنية تعمل على تقوية العضلات هذه نقطة مهمة جدا كما ذكرنا لكم سابقا تكون لمدة ثلاث مرات على الأقل أسبوعيا كجزء من الستين دقيقة اليومية لتساعدك ممارسة النشاط البدني بشكل صحيح إذن نأتي لثالثا ممارسة أنشطة بدنية منخفضة الشدة عدة ساعات في اليوم ورابعا تقليل وقت الخمول كما ذكرنا وهو يعتبر المستوى الرابع وعلى رأس الهرم بحيث لا يتجاوز مجموع ساعتين يوميا مع التأكيد على قطع الجلوس الطويل قدر الإمكان كما ذكرنا عندما يكون مدة جلوسك لمدة ثلاثين دقيقة أو ساعة يجب الفصل بينهما بممارسة أي نشاط بدني حتى وإن كان خفيف إذن أخذنا توصيات النشاط البدني الأول ممارسة النشاط البدني معتدل ومرتفع الشدة لمدة ستين دقيقة مع التكرار بشكل يومي وثانيا ممارسة أنشطة بدنية مرتفعة الشدة وكذلك أنشطة بدنية تعمل على تقوية العضلات لمدة ثلاث إلى أربع مرات أو خمس مرات أسبوعيا ممارسة أنشطة بدنية من خفيفة الشدة وتكون بشكل ساعات في اليوم وتقليل وقت الخمول عندما يكون مدة الجلوس ساعتين أو أكثر إذن ماذا تعلمت عزيزي الطالب كما ذكرنا أن الهرم الرياضي هو هرم نشاط بدني يتكون في أربع مستويات متدرجة من القاعدة المستوى الأول إلى رأس الهرم المستوى الرابع وفق النوع والشدة كما ذكرنا أيضا توصي هيئة الصحة العامة السعودية وقاية فئة الشباب من عمر 6 إلى 17 عاما بممارسة نشاط بدني معتدل ومرتفع الشدة لمدة 60 دقيقة بشكل يومي كما ذكرنا هنا التكرار ويجب أن يكون معظم النشاط البدني هوائي كممارسة الألعاب الرياضية وكرة القدم هناك نشاط منزلي يشتمل هرم النشاط البدني على أربع مستويات كما ذكرناها لكم من القاعدة إلى الهرم رأس الهرم الذي هو المستوى الرابع اذكرها ودونها وعرضها على معلمك في الصف ختاما عزيزي الطالب أشكر لكم حسن استماعكم ونلتقي بكم بإذن الله في دروس قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة